الآن مع بحث آخر لسماحة الشيخ محمد علي الصالح فليتفضل مشكورا وهو أحد طالبة العلم في الحوزة العلمية في النجف الأشرف هكذا أصر على أن يقدم وهو بطبيعة الحال كل طالب وأستاذ بحثه احترام المؤمن وحرمته ووجوب ستر عيوبه دراسة في المفاهيم وعقوبات المخالفين وآثارها الاجتماعية في المأثور عن الإمام الباغري عليه السلام عنوانه لا شك أنه طويل ولكن يحمل في طياته الكثير من المضامين المهمة تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على عداهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري واسر لي أمري وحل العقدة من لساني أفقه قولي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبي الفضل العباس السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته البحث هو كما تفضل جناب الدكتور احترام المؤمن وحرمته ووجوب ستر عيوبه هذا البحث يتناول مجموعة من الأمور منها المفاهيم الواردة في هذا البحث يعني التعريف بعض المفردات الواردة فيها يعني من باب الأمور التصورية وكذلك بيان الأمور المحرمة والأمور المنهية عنها في الشرع لانتهاك حرمة المؤمن والتجاوز عليه والتعدى عليه وبيان عقوباتها وآثارها الوضعية وكذلك الآثار الأخروية وأيضا بحث آخر يعني فصل أو مبحث آخر يتكفل ببيان فضل إكرام المؤمن وأداء حقوقه فالبحث بالحقيقة مرتب على مقدمة وخمسة أبحاث هذا البحث انطلاق من بيان الأرث الروائي الثري الموجود عندنا من النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت عليه السلام وخصوصا صاحب هذه الجلسة والمؤتمر الإمام الباقر عليه السلام في بياني التربية كما هو عنوان هذا المؤتمر لهذه السنة تربية الفرد والمجتمع يعني عن طريق الأئمة تربية الأئمة عليه السلام للفرد والمجتمع هذا المجال وهذا المحور جدا مهم في الدين الإسلامي هناك عدة طرق للتربية ووسائل للتربية ومحاولات لبيان التربية ولكن كلها تقع في مطبات وفي إشكالات وتتوقف في مجالات معينة وترتكب انتهاكات في مجالات أخرى لكن نلاحظ أن الإسلام جاء بمبادئ ثابتة ومبنية على التوازن وعلى حفظ الحقوق في جميع المجالات وفي جميع الأوقات وهذا أقرب ما يكون سيتم التناوله في هذا البحث إلى بياني أنه حث الأئمة عليه السلام وخصوص الإمام الباقر عليه السلام على بياني هذه المسألة احترام المؤمن وإكرامه وعدم إذلاله بل وجوب إكرامه وأداء حقوقه بناء على ثلاث محاور وهي بيان أن هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى وإما يوجب رضا الله سبحانه وتعالى فمن أراد أن يرضي الله سبحانه وتعالى لابد أن يتمسك بكل ما جاءه في هذا المجال وجانب آخر يعني يمكن أن يسلكه بعض الناس وهو أنه التجنب هذه المعاصي وهذه الهفوات وهذه الأمور المسيئة للمؤمن بسبب الخوف من العقوبات والخوف من الآثار الجانبية والآثار الوضعية وصنف آخر أو محور آخر هو الرغبة في الآثار الإيجابية والآثار الطيبة المترتبة على هذه الأفعال يعني قضي على عكس ذلك على إكرام المؤمن وحفظ حرمته الأئمة صلوات الله وسلام عليهم بعد النبي صلى الله عليه وآله بنوا لنا سيرة معطاءة كبيرة في تربية الإنسان وأداء حقوقه فكانوا كما أوصوا كونوا لنا دعاة صامتين كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم وما أكثر الشواهد التي اهتدى بها الكثير وأسلم آخرون بسبب أفعال النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ومنهم الباقر عليه السلام بسبب حسن أخلاقهم وأداء الحقوق وعدم التعدي على الآخرين في أشد الظروف يبقى محافظا على حدود الشريعة ولذلك أوصونا صلى الله عليه وسلم بالتزام هذا النهج وهذا بالحقيقة هذه مسألة العلوية التي دعتني إلى كتابة هذا البحث هو شياع هذا الأمر وهو انتهاك حرمة المؤمن والتعدي عليه والتجاوز عليه بشتى الوسائل الآن في المجالس في الدواوين في المقاهي في وسائل التواصل الاجتماعي في القنوات الفضائية في الكتابات من السهل التعدي على المؤمن بسبه وطعنه وظلمه والإساءة إليه والإفتراء عليه واغتيابه وهذا بالحقيقة له مفاسد وله آثار وضعية خطيرة قد تؤدي كما ربما إذا سمح الوقت نستعرض بعض الروايات قد تؤدي إلى قتل المؤمن إلى هدك عرضه إلى تهجيره وكثير من الآثار وقد يستسهلها الفاعل الفاعل يقول أنا أكتب هذه الأمور أو أقولها لأجل المزاح ولأجل الطرفة ولأجل شدة العلاقة بيني وبين شخص آخر ولكن لا ينظر إلى تبعاتها وآثارها الخطيرة بالحقيقة نحن هذا ورد نخصص للإمام الباقر عليه السلام الروايات لكن من باب التمهيد أتبرك بقراءة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله لما حجة وهي الحجة حجة الوداع وقف في ميناء وفي رواية مطولة يعني فأراد أن يبين هذا الأمر بعد كلام قال أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثم قال طبعا هذا كل مقدمات لبياني عظمة ما سيقوله النبي صلى الله عليه وآله نظير ما قاله الإمام الباقر عليه السلام عن الإمام السجاد عليه السلام أو الإمام الباقر أيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام لما حضرته الوفاء أوصاني وقال إياك وظلما لا يجد عليك ناصرا إلا الله فادخر مثل هذه الوصية الخطيرة لآخر لحظات حياته وهذا يبين أهمية هذا الأمر وقيمته العلمية أثاره ثم قال أي يوم أعظم حرمة قالوا اليوم قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا هذا الشهر قال فأي بلد أعظم حرمة قالوا هذا البلد قال فإن دماءكم وأموالكم يخاطب المسلمين وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت يؤكد ويشدد على هذا الأمر قالوا نعم قال اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اتمنوا عليها فإنه لا يحل دم مرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا يعني من آثار هذا الأمر هو الرجوع إلى الكفر وعن الإمام الباقر سلام الله عليه من أدخل هذا يضمن الجانبين جانب احترام المؤمن والأداء حقوقه وجانب الإساءة إليه من أدخل على رجل من شيعتنا سرورا فقد أدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك من أدخل نستجير بالله من أدخل عليه أذى أو غم يعني هم أدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الإمام الهادي عليه السلام في حديث طويل وحرمة النبي والمؤمن أعظم من حرمة البيت يعني الكعبة المشرفة فهذا الأمر يعني لابد من الاهتمام به بالحقيقة هذا لا أقول مغيب ولكن هناك استخفاف من الناس بهذا الجانب وأحيانا يكون جهل بهذا الأمر فلا بد من التثقيف عليه وتوضيحه لكي يكون الناس على بينه وعدم ارتكابه مثل هذه الأمور وقد تكون هذه الأمور التجاوزات والتعديات بأشكال مختلفة قد تكون كما قلت باليد قتل أو ضرب وقد يكون باللسان بسب أو غيبة أو بهتان أو غير ذلك وقد يكون بالقلم قد يكون بإشارة رأس أو إشارة عين وغير ذلك من الأمور وحتى أشد من ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون حتى برمز مثلاً يرسل مثل رسالة أو يعجب بمنشور أو كذا فيكون مؤيداً ومشجعاً أو مثيراً للفتنة بسبب هذا التصرف ومما ورد في ذلك عن أميره من يعني السلام زلت اللسان أشد من جرح السنان ولعله من ذلك انطلق الشاعر وقال لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات حشاكم يعني فكلك عورات وللناس ألسنوا وعيناك إن أبدت إليك معايب فدحها وقل يا عين للناس أعينوا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول قولوا للناس لعله من الأسباب أو الطرق المشجعة لأداء الحقوق واحترام المؤمن هو بيان الآثار الوضعية والآثار الجانبية والآثار المهمة المترتب على ذلك قد يغفى الإنسان أنه وإذا أسأت إلى أحد ماذا يترتب وإذا اختبته وإذا ضربته لكن لما ينظر إلى الآثار يكون رادي عن هذا الفعل فيقول عليه السلام قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم أو بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أحبب الناس يحبوك فهذه أكوة لازم يعني يكون بين هذه الأفعال تؤدي خيرا تكسب خيرا تؤدي شرا يعود عليك بذلك الأمر ويقول الإمام عليه السلام ما عرف الله من عصاه وأنشده هو سلام الله عليه تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في المقال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع كثير من المعاصي والذنوب التي توجب هدك حرمة المؤمن طبعا لست في صدد الإفتاء هذا مجال بيان هذا محرم هذا مكروه هذا مستحب أو واجب هذا موكل إلى محله عند الفقهاء رحم الله الماضين وحفظ الباقين ولكن أبين هذه الأمور غالبا هي تكون محرمة يعني متفق عليها وقد تكون هناك بعض الروايات يعني مثلا فيها نظر من جهة الدلالة من جهة السند ولكن لها كثير من المؤيدات وكثير من الشواهد بل الأدلة الثابتة وليست مؤيدات واردة من طرق أخرى ولكن باحتبار أن بحثنا خاص بالإمام الباقر عليه السلام فنقتصر على ما ورد عنه وربما تكون هناك رواية أقوى أو تكون هناك آية شريفة أو يكون هناك إجماع أو تواتر على المسألة ولكن لسنا في صدد بيان هذا من هذه الأمور يعني الأمور المحرمة والتي يجب التعدي عنها وتجاوزها هي الظلم والأذى ورد عن الإمام الباقر عليه السلام يحشر العبد يوم القيامة وما ندى طبعا الظلم لا يخفى عليكم أيها الأفاضل الظلم له أنواع قد يكون الظلم بكلمة بضرب بقتل أشكال هذا الظلم بسلب الحقوق يحشر العبد يوم القيامة وما ندى دما فيدفع إليه شبه المحجمة يعني قارورة صغيرة فيها دم شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له هذا نصيبك أو هذا سهمك من دم فلان فيقول يا رب إنك لا تعلم أنك قبضتني وما سفكت دما أنا ما قتلت أحد ما تعديت على أحد بسفك الدم فيقول بلى سمعت من فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه فنقلت حتى صارت إلى فلان الجبار فقتله عليها وهذا سهمك من دمه فيكون شريكا في هذا الدم وكذلك ورد أن الظلم في الدنيا ظلمات في الآخرة فيكون يعني مصيره أسود في يوم القيامة بسبب الظلم وكذلك ما تقدم إياك وظلما لا يجد عليك ناصرا إلا الله وربما يكون الظلم بأساليب مختلفة هذه اللي قلنا نستسهلها ونستخف بها رواية لعلها غريبة في بابها عن الإمام الباقر عليه السلام يروي عن الإمام السجاد أبيه صلى الله عليه وسلم عليهما يقول إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي هو وابنه والابن متكئ على ذراع الأب ظاهر أن هذا الاتكاء يعني من خلال ما سيأتي من ذلك الرواية أن هذا الاتكاء بشكل يعني يوجب الاستخفاف بالأب والاستهان به وعدم احترامه واستصغار له وليس من باب مثلا العطف واللين وكذا فيقول يمشي والابن متكئ على ذراع الأب فما كلمه نرى الموقف الذي اتخذه الإمام عليه السلام تجاه هذا الفعل يقول فما كلمه أبي مقتن له حتى فارق الدنيا يعني فهذا شدة الردع وشدة عدم القبول من الإمام عليه السلام وهناك ورد يعني كذلك السب أن سباب المؤمن في سوق وقتاله كفر وهذا ما أكثر من السب في الشوارع في التواصل الاجتماعي في غيرها ولا يهتم لآثاره وقتاله كفر دقيقة وأكل لحمه معصية وحرم مالك وحرم الدم وكذلك الطعن في المسلم وتتبع العثرات والغيبة وكذلك يعني من الآثار المترتبة على ذلك أنه بعض الآثار تقول أنه تتبع العثرات والإساءة والتعدي قد توجب الوقوع في الكفر أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخر الرجل على دينه فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوما ما وكذلك يعني في المقابل هناك آثار طيبة لمن حفظ حرمة المؤمن وأدى حقوقه واحترمه فمن ذلك قال تحبب إلى الناس يحبونك ومن صدق لسانه زكى عمله ومن حسنت نيته زيد في رزقه ومن حسن بره بأهله زيد في عمره والآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد شكرا جزيلا لسماحة الشيخ على هذا البحث القيم ولا شك أن الوقت لن ولم يسعف جميع الباحثين في أن يؤدوا ما سطروا في هذه الصفحات الطويلة ولا شك أن البحث موجود لمن يريد الاستزادة والإفاظة شكرا جزيلا شكرا لك ذات حكم نستنع لي بعض المداخلات نعم أعتقد أن هذه الجهة مغبونة من حيث المداخلات ومن عنده مداخلة نستمع ولكم علي أن أساوي إن شاء الله في الأبحاث القادمة أيضا نعم إن وجدت مداخلة يبدو أن سماحة الشيخ عنده علم بعدم الوجود فأحب الإنصرار نعم شيخنا إذا ممكن على أن لا يكون تعليقا أن يكون سؤال أو استفسارا نقلة والسرار إن أمكان فضل بسم الله الرحمن الرحيم الله مصلى على محمد وعلي محمد كلام الشيخ يعني كأنه يوحي إنه القضية قضية فردية يعني وقطعا هو لا يقصد هذا أظن لا يقصد هذا وإنما يعني على مستوى المجتمعات أيضا يحدث هذا بسهولة عندنا ويسبب مشاكل كثيرة يعني مثلا تأخذ غيبة بلد غيبة قوم غيبة مجتمع يستهان بيها يعني تنتهك حرمتها مع أنه أناس هم مسلمين أو أناس مؤمنين أحيانا مؤمنين بولاية أهل البيت ومع ذلك يعني كان في الزمن الماضي وإلى الآن موجود هذا الشيء فقط يعني حبيت يعني أعتقد هو يقصد يعني أنه على مستوى المجتمعات أيضا هذا شكرا جزيلا جهاز التعليم أحسن السلام عليكم ما تسمح الناس المداخلة هنا السلام عليكم الدكتور علي كارم من جامعة واسط مداخلة عامة لأكثر من مؤتمر وأكثر من بحث قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأركز على كلمة يهدون فالوظيفة الأساسية للإمام من رسول الله إلى صاحب العصر والزمان هي الهداية وأمرنا بطاعتهم فعرفنا بذلك منزليتهم وطيعوا الله ورسوله فالقضية ليست قضية فردية كما سمعنا في عشرات البحوث وكأن الصادق يختلف عن الباقر وعن الإمام علي وعن سائر المعصومين وإنما كلهم وفق منهج واحد ورؤية واحدة وهذه التفاصيل والأحداث وحتى الروايات تتعلق بقضايا جزئية لكن ينبغي أن نربطها دوما بأن هذه وظيفة الإمام والإمام يؤدي وظيفة الهداية ووظيفته وظيفة الإمامة وأما التفاصيل فهي بحسب الوقائع فأحببت أن أشير إلى هذه القضية أن لا تغيب عن أحد يعني كل المواقف هي مواقف كأنها لشخص واحد كما عبر عنه وبعض الفضلاء جزاكم الله خيرا بس معذرة شكرا بلز أحمق تفضل معذرة فقط عرف عن نفسك بل عرف عن نفسك أنا أمامك بسم الله الرحمن الرحيم عادل وكيق اسم الشيء الديني عادل عباسي المقدس يعني كان بدنا جناب الشيخ عندما يذكر احترامه من حرمته وجوب ست عيوبي يذكر مصادق الذكر الإيمان الباقر عليه السلام يا ريت يعني يا ريت أنه هذا يعني ماذا قال الإيمان بهذا الصدر نعم هذا أول أمر الثاني أعتقد صار مزج بين المفهوم والمصدق أعتقد يعني يعني باعتبر هو ذكر مصادق مثل الذهاب يعني هذا النفس أو هذا الأموال باعتبر الظلم وضع الشيء في غير موضعه إنسان عندما يطلم مجتمعه يضع مجتمعه يفتر إنسان موم يكون صالح لا يهدر يعني لا يسرق لا يسرق لا يهدر دماء الآخرين ظلما الظلم كما يقول علماء الأخلاق وضع الشيء يعني سنكون عدة يعني أصلاف من الظلم ظلم الإنسان نفسه ظلم الإنسان لعياله ظلم الإنسان أم مصاديق الآن تتحدث عنه لا أنا أذكر بالخصوص في طرح الشيخ اللي طرح نعم أعتقد صار مزج بين مفهول المصدر ذكر نتاج الظلم بجناب الشيخ فاللي ذكر ظلم الإنسان المجتمعي لنفسي هذا اللي حبيت يعني استبسر عنه أحسنت وحقيقة البحث بحث رائع جدا لكن ياريت إنه مبين مثل ما بيت بالطرح الأول يعني الإمام ماذا قصد بذلك ماذا أراد الإمام وما هو يعني طرح إمام ذلك ما هي الأمثلة التي طرح الإمام إذا كان هناك أمثلة بيّن إمام وجزاها الله خير وأفرد الله يحفظكم سماحت الشيخ خدمتكم أكيد إنه الوقت لم يسعفنا لبيان هذه بعض المفردات وكنت في صدد فهرستها من هذه الأمور هي الغيبة التعدي بالسب كذلك القتل النميمة هتك العورات الطعن في يعني في نفس الإنسان وحرمة الإنسان هذه كلها يعني من المصاديق التي وردت على لسان الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم وهذه تؤدي أو تدل على التعدي على حرمة المؤمن وهتك حرمته والتجاوز عليه وعدم المحافظة عليها وأما الظلم فهو الظلم أحد المصاديق صحيح إنه مفهوم عام ولكن أفردته بعنوان لشدته ولخطورته وإلا هو الظلم يشمل القتل ويشمل الضرب ويشمل السب ويشمل الإشارة ويشمل سلب الحق وهذا مفهوم عام لا شك لكن ويضا المصداق بحسب رفاهم أعلى منه ويشمل المصداق والمفهوم لا يتنافيان المفهوم هو أمر عام كلي ينطبق على كثيرين والمصداق هو المفردات الموجودة في الخارج فهذه محققات له ومنجزات له فلا شك إنه لا يتعدى عن ذلك طبعا كثير من المفاهيم موجودة ومن ضمنها تتبع العثرات وحتك العرض وكذلك الإساءة وكذلك حياكم الله ونعه سأكون دعا وأعتذر عن الاختصار حياكم الله ونعه حسنتم